تحياتي مصر الالمونيوم وما يزال نرى لهذا السماء الذي ما زال يتداول فوق دعا مقاوي جدا مستويات ال 72 جنيه ونص وعندنا كمان منطقة طلب عليه اللي عند مستويات ال 82 جنيه اللي اتوقع ان السهم ممكن ما ينزل لاش لو احنا جوا السهم احنا بنصح الموجة الثالثة بتاعتنا الفرعية من الموجة الثالثة الرئاسية اللي بدأت من المستويات دي والمفروض بنصح ما بين مستويات ال 38 ل 50 كنا نتمنى تنزل لمنطقة الطلب اللي هي عند مناطق البيجس فور اللي ما بين مستويات ال 60 لعد مستويات ال 68 ولكن منزلش حاليا انا ببحث عنه ببحث عن هدف لكل الموجة بتاعته التالثة الرئاسية اخذ القمة وقالي تشكله في الاولى والتالثة الرئاسية من الموجة التالثة الرئاسية وأبحث عن مستويات الـ 38 أول هدف لمستويات الـ 61 فيبو أول هدف بالنسبة لي والهدف الأهم بالنسبة لي هو مستويات الـ 158 جنيه وده الهدف اللي أنا بفكر فيه حاليا لو السلمة امتد وكانت الموجة ممتدة ممكن نروح لحده مستويات الـ 190 جنيه ولكن بلاش نغامر مع السام في المستويات دي طيب لو أنا قلت أخذ القمة وقال لتشكله عندي في الموجة دي وأبحث عن مستويات إيه أبحث عن مستويات الـ 61 فيبو أشوف مستويات الـ 61 فيبو فين هلاقي عنده مستويات المية واحد وخمسين جنيه ونص وده اللي بيعزز فكرة ان السام اعتقد ان الموجة بتاعته مش هتكون قوي اول بعد كده هفجأ اصحع الموجة التالتة دي كلها وبعد كده استمره في الاتجاه الصاعد ازل على فريم الخمس دقايق اه للتسامي ده احنا نصحنا بالخروج من المستويات القمة دي يعني احنا قلت خروج من المستويات دي وشفت ان المستويات دي قوي جدا ومازلت بانتظر ايه مازلت بانتظر ان السام يقرب ليه عند مستويات التسائين لحد مستويات الاثنين وتسانين جنيه وهتكون فرصة مارة اخرى للدخول مع هيكلية ضعيفة اعتقد ان السام قد يعود للمناطق دي لو لاحزنا انها يبدأ يحصل ضعف في الزخم الشرائع حتى على المجدي وده اللي بيعزز فكرة ان اي تراجع للسام وفرصة شرائية وقبل تكملة الاتجاه الصاعد والبحث عن الهدف بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه افضل مناطق شرائية هي المناطق اللي ما بين مستويات التسائي لحد مستويات نطسين جنيه وهتوفي